و للمزيد ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ صلاح بعد التحية يعني استمرار العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية أثار ردود فعل دولية لم تتوقف تطالب بضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي في رأيك ما الذي يمكن أن يجبح جماح إسرائيل في عدوانها هذا؟ طبعاً كل أفراد الأطياف المجتمع الدولي طلبت إسرائيل بوقف عصداءاتها على راضي غازة طبعاً بما فيها رفح التي تتعرض الآن لعدوان إسرائيلي غاشم منذ الأمس هذا العدوان متمادي وفقاً لقواعد القانون الدولي ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية هو ضد كل قواعد القانون الدولي كما دابت إسرائيل الخارجية المصرية من جهتها أدانت هذا الاعتداء ووصفته بأنه يعني أولاً هناك جهود حسيسة تبزل من أجل يعني وقف الاعتداءات الإسرائيلية على العراضي الفلسطينية هو العمل على تسوية وتفاوض بين الجانبين ومحاولة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لتبادل الأسرة بين الجانبين وحركة حماس وفقت على المقترحات المقدمة من الوسطاء فعلى الرغم من ذلك تمادت الحكومة الإسرائيلية في اعتداءاتها ويعني بالأمس وقفت عند حدود معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنعت العبور إليه وهذا يعني لقي اعتراضاً وامتعاضاً من جانب معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي احتجت على هذا القرار بل طالبت الإدارة الأمريكية أن تعيد الصلوصات الإسرائيلية فتح معبر رفح مجدداً أمام المساعدات الإنسانية إلى جانب أن الولايات المتحدة طلبت الحكومة الإسرائيلية بفتح معبر قرم أبو سالم الذي وصلت إسرائيل إغلاقه بالأمس ومنع يعني سمحت فقط بدخول شاحنة للوقود ثم أغلقته مرة أخرى هذا تنافع مع كل قواعد القانون الدولي وتنافع مع مقررات الشرعية الدولية وهذه الاعتداءات ما زالت مستمرة وما زال هناك إمعان من جانب الحكومة الإسرائيلية على تحدي إرادة المجتمع الدولي وتحدي الإرادة الدولية ومقررات الشرعية الدولية إذن يعني لا يوجد من يكبح جماح إسرائيل في عدوانها هذا طيب بالتزامن مع هذا العدوان تستضيف القاهرة جولة جديدة من المفاوضات التي تؤدي أو طامعة إلى الوصول إلى هدنة برأيك هل من آمال في الأفق للتوصل الاتفاق خلال الجولة الراهنة؟ طبعا المفاوض المصري بذل جهودا حسيسة وبذل جهودا مضنية خلال الفترة الماضية حتى يمنع وقوع هذه الاعتداءات ومصر حذرت من اجتياح رفح تحديدا حتى أن القاهرة قدمت حلولا وسطا حتى يمكن أن توفق للوصول إلى هدنة ويتبعها وقف إطلاق كامل للنار يعني هذه المفاوضات بذل فيها المفاوض المصري جهودا حسيسة حتى يمنع الاعتداءات ويمنع تمادي إسرائيل في اعتداءاتها على قطاع غزة تحديدا فطبعا بالأمس عندما تعرض معبر رفح أو منطقة رفح لإمعان الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت أنها ستقتحم رفح وأنها مستمرة حتى تجبر حركة حماس على الامتسال لشرطها وأنها ستقضي على ما تبقى من حركة حماس داخل رفح ولم يسنيها عن ذلك وجود مليون وربعمائة ألف من المواطنين الأبرياء العزة الذين لا يمتلكون من أمرهم شيئا باستثناء أنهم يتوجدون في رقعة بسيطة للغاية وعرضون حياتهم للخطر والعالم كله حذر من إمكانية أن تزهق المزيد من الأرواح وبطبيعة الحال بزلت مصر جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية من المفاوضات بهدف أولا وقف الاتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى جانب أنها القاهرة حذرت من أن أولا الاقتحام رفح من شأنه أن يزهق عشرات الألاف من الأرواح إلى جانب الأرواح التي أزهقت من قطاع غزة فبطبيعة الحال هذا نزير خطر جدا إلى جانب تحذير مصر دائم بخطورة توسع رقعة الصلاع في المنطقة الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك